هناك تحذيرات اليوم صدرت من مسؤول الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة سيد مارتين جريفت تحدث وقال أنه إقليم دارفور يتجه نحو كارثة إنسانية جديدة داعيا المجتمع الدولي إلى منعها ما شكل هذه الكارثة وما تداعيات أيضا لها؟ نعم بالفعل وضع كارثي في دارفور بسبب هذه الحرب التي دخلت شهرها الثالث في السودان الحرب في الخرطوم انعكست بشكل سلبي للغاية على الأوضاع في دارفور التي تعاني من تداعيات حرب طويلة بدأت منذ عام 2003 وتفاقمت وأدت إلى مقتل 300 ألف قتيل بحسب تقديرات الأمم المتحدة وإلى قرابة 3 ملايين لاجئ بسبب هذه الحرب الآن هناك تداعيات كثيرة لهذه الحروب المتوصلة في دارفور التي لم تتوقف ولم يتم علاج أسرها السلبية ثم تأتي هذه الحرب في الخرطوم بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع لتلقي بظلال قاطمة جدا للغاية على هذه الحرب التي تأخذ الآن أشكال عرقية وقبلية وهو ما يفاقم الأوضاع في دارفور بالفعل هناك مأساة إنسانية لأن المساعدات التي تأتي في بورسودان لا تصل إلى دارفور موسم الزراعة لم يتم الآن العمل فيه خدمات متوقفة الكهرباء المياه الاتصالات كل هذا القتل المجاني يتم في الظلام ولا يتم تغطيته إعلاميا بشكل كامل سيدة الحسيني هل هناك أي بوادر لرصد كل ما يتعلق بدارفور تحدثت عن تعتيمات إعلامية لا يتم تصلح الضوء على ما يجري وسط التحذيرات من إبادة جماعية في دارفور كما جرى في عام 2004 نعم للأسف ما يجري في دارفور بطبعا كانت قمة ما حدث هو مقتل والي غرب دارفور خميس أب بكر الذي صلت الضوء على مقتل المئات الذي تم منذ بداية الصراع في السودان وحتى الآن وفي ظل التسليح الجاري للقبائل على أسس عرقية وقبلية والحجد والحجد المضاد نبه ما حدث لأنظار المجتمع الدولي ووجدنا إدانة من الأمم المتحدة والولايات المتحدة بالطبع الإدانة الأكبر للدعم السريع لكن هناك أيضا تحميل الطرفين المتقاتلين المسئولية وأن هناك الطرفين مسئولين عن هذا الحجد الذي يتم والتسليح للقبائل وتأجيج الصراع في الإقليم أعتقد أن ما يجري يفتح الباب الآن على مصرعيه لتدخلات أكبر في السودان مثل ما حدث في عهد النظام السابق نظام الرئيس السوداني المعزول عمر البشير والذي قاد البلد في نهاية المطاف إلى المطاردة من المحكمة الجنائية الدولية لرأس النظام وقيادات أخرى معه بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد إنسانية وجرائم إبادة في دارفور ترجمة نانسي قنقر